موسيقى بوجور صباح الخير يعني يكون العافية إن شاء الله يكون نهاركم حلو إن شاء الله يكون نهاركم كمان مليء بالاكتيفتيز والنشاطات اللي فيكن دايما تستغلوها خلال الويك أند أنا اليوم مريضة بس الحبيت أخبركم هاي دي الخبرية فصر لي يومين تقريبا قاعدة بالبيت بس هاد ما بحبكن جيت عالشغل تأطلع معكن خلال 8 ساعات على الهواء اليوم 2 أب 2015 ما رح نق كتير بس كنا عبر أقلكم إذا اختفى صوتي من شوية لشوية أو عمرت عصة على الهواء من شو بعد يعني بين فقرة وفقرة عزروني وصبحة الخير يا شيف عبدالله صبحة الخير إليك رولا ولا جميل والشاهدين إذا هيك مبلشين بحجاج ومرض ومدري شو فخلينا نكمل لحالنا وقف أنت لا أنا حرام نكمل أنا وتجون إذا بدك وعنا كثير فترات لا لا خاصة ما حالي شد فيه بليس ما تشده لا لا خليك ما ليك ما يمجح تاكي لألك شيف رح نجعل عندك أكيد بعد عدة وقفات ولكن غيرنا نعمل جولة سريعة شو شو تضمن حلقتنا اليوم ومنكفة معكن بحالة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن شو ممكن يصير مواقف مضحكة على درجة الكهرباء مع جون بعا يوتيوب أجمل أغاني الصيفية الأجنبية مع جون بعا غير موجة ضيفنا بعرفنا على جورني بورلابي وليبان سبورت أكاديمي سكول معهبة بواحد تنين تلاتة ضيفنا بعرفنا على لبانان ووتر فاستيفل موهبة الغناء مع جون وضيفه بجيل طوب ورشة ملح مع الشاف عبدالله على اللوزية سؤال الفيسبوك يلي عم بطرحه بعد أني عم بكتبه على صفحتنا بيا عالم الصباح بدي يعني نص دقيقة بكون كتبته وخلصت بتجيبوني عليه هو إذا صار موقف مضحك قدامكم شو حادة تفركش وقع خبط فات بالباب ما بعرف شو صار هو لي دايما بيصيروا قدامنا وبعرف أشخاص فبعرف ليه دايما بتصير قدامهم يعني أصحطي دايما تقول لي رولا عم بيصير معي هيدا الشي في بنت مدري شو عم بتعمل قدامك ما بعرف فيه ناس سبحان الله دايما هني بيجزبوه للعالم اللي قدامهم بيقعوا قدامهم بيفوتوا بالباب قدامهم بيتفشكلوا واتدر عكل حال خليني أعرف شو بيكون موقفكم بس يقعوا ويتفركش أو حدث طريف يصير قدامكم شو بتتصرفوا أو كيف بتتفعلوا هذا هو السؤال أما هلأ خلنا نبدأ بأول فقرة من عالم الصباح اللي دايما كبنا بنمطرة مع كارمن والأبراج صبحكم بالخير اليوم الأحد الثنين بأغسطس اليوم الأمر موجود ببرش مائي برش الحوت اليوم وبكرة والأجواء صارت أفضل للأبراج المائي الحوت السرطان وأيضا العقرب كيف رح بيكون نهارنا منبلش مع برش الحمل يمكن مولو برش الحمل تعتبر بتعتبر نفسك من الأبراج لضعيفة اليوم أمورك من ماشي متل ما لازم لذلك إذا عندك شي مبرمج لهيدا نهار تأكد منه قبل ما تخدمه قعد غراءة حساباتك مية بالمية الأقل حفظا 10-21 نيسان أبريل ننتقل لأبرش الثور مولود برش الثور هيدا نهار جيد وحلو بيسلي بتفرح فيه بتغير فيه جو بترفع فيه عن نفسك من بعد ما يمكن تعزبت يومين ثلاثة أربعة أو خمسة يوم نهار يجيبي نهار بتلاقي أنه أصحابك حدك بيسلوك بتلاقي شي تعمله وشي فعلا يفرحك ويجبر لك خاطرك بيبقى المولود الأكثر حفظا 1-5 أيار معي بننتقل لأبرش الجوزاء بالنسبة لأبرش الجوزاء بترجع اليوم بتلاقي حالك أنك عم بتفكر بجدية بمسألة أو بقضية بتخصك أو يمكن بتخص أحد إخويتك الجو اليوم متطلب يمكن مولود برش الجوزاء يكون مضطر أنه يقدم بحث ريسيرتش أو يقدم دعم لقضية معينة لكن هناك حظوظ بترافقك بشكل خاص إذا كنت من موليد 11-20 حزيرة نونيو ميكمل مع برش السرطان مولود برش السرطان نهار ممتاز بالنسبة لألك لأنه في إضاءة على أمور حلوة أنت بتحبها مولود برش السرطان ما في حدود اليوم لطموحاتك لمخيلتك لأحلامك الأجواء جيدة جدا ومن الأيام الأكثر حظا لكن إذا كنت من موليد 17-22 تاموز يوليو كن حذر بعد عن المجازفات والسرعة كليا منكمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد الأجواء اليوم بتخليك وبتسمح لك وبتأهلك لحتى ترجع تستعيد موقعك من بعد ما يمكن صار فيه شوية كركبة باليومين اللي مرأوا اليوم مولود برش الأسد قادر يرجع يستعيد موقعه بين الأصحاب وبمحيطه أما إذا كنت من موليد 18-22 أب أغسطس مطلوب منك أنك تكرر المحاولة لأن الحظوظ معك ننتقل لبرش العذراء مولود برش العذراء اليوم نهار بدك تنتبه فيه كتير على تصرفاتك ويمكن حتى ملامح وجهك لأنه معقول التعكس اليوم أمور أنت ما بتريد تعكسها فيه جو متقلب فيه جو صعب يمكن مزاجك وطباعك أبداً منه نهائي هاديين حاولت بعيد عن المشاكل وإلا معقول اليوم تسبب لحالة قطيعة جفة أو التباسات ضخمة بيبقى المولود الأقل حظة نسبياً مولود شهر أب أغسطس ميكمل مع برش الميزان بالنسبة لبرش الميزان الجو اليوم بيطلب منك ترجع تعمل حساباتك لحتى تقرر على العمل أو المهمة يلي بدك تستلمها بعد ما وليه برش الميزان بيلاقوا حالهم اليوم عم بيشتغلوا أفضل ضمن المجموعة فما تبقى لحالك إيد وحدة لحالة ما بتزقف أما يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي هو 22 إلى 24 أيلول سبتمبر ميكمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب اليوم نهار بيعتبره مميز لحتى مولود برش العقرب بيكون أو يعمل فرق بحياته خاصة بحياته الاجتماعية والمهنية هناك حظ تقريبا بكل شي بتعمله الأوفر حظة نسبيا مولود أكتوبر 21 ميكمل مع برش القوس مولود برش القوس قعدتك بالبيت أو بالمكتب خليها تكون هادية ورايقة مولود برش القوس الأجواء اليوم فيها نوع من لقاءات اجتماعية صغيرة لكن بتعني لك أكتر من العجقة والسخب الجو اليوم يمكن يطلب منك تهتم بمسألة شخصية على أكتر حظا 18-21 كنون الأول ديسمبر ننتقل لبرش الجدي بالنسبة لبرش الجدي بيسهل عليك اليوم توضح الأمور بيسهل عليك اليوم تحت حالك بالسيارة وتروح بمجرد أنه حدا تتصل أو لقيت حالك مضطر أنك تتنقل الأجواء اليوم جيدة مهمة جدا سرعة الخاطر اللي عندك فيها بتخلصك من كل المواقف المحرجة وغير المحرجة بيبقى المولود اللي عنده شوية معاكسات وضروري ياخدها بعين الاعتبار 14-19 كنون الثاني يناير منكمل مع برش الدلو بالنسبة لبرش الدلو في خدمة لازم تردها لحدا ما فيك تغطي أو تحط ماسك قناع قناع دام عيونك لحتمات إشعة هناك واجبات لازم تقوم فيهم هناك معاملات لازم تلاحقهم وهناك بعض الأقصات وبعض المصاريف بدك تنتبه لها بعض موليد برش الدلو يمكن يقدروا يساعدوا غيرهم لحتى يتقدموا هذا أمر إيجابي الأكثر تعبا نسبيا مولود كنون الثاني يناير منكمل مع برش الحوت بالنسبة لبرش الحوت حضر حالك لبداية هالبداية اللي علاقة أو بتتعلق بمسائل صحية أو مهنية يعني بعض موليد برش الحوت يكون عندهم بين اليوم وبكرة انطلاقة لعمل لمهم جديدة بيستلموا شيء جديد يمكن بياخدوا عن غيرهم مسألة معينة قضية معينة بيمشوا فيها بيهتموا فيها بعض موليد برش الحوت بيقرروا بينهم وبين ذاتهم انه حان الوقت لحتى فعلا يهتموا بصحتهم بجسدهم الأكثر حفظا 19-21-21 شباط فبراير بيختم مع مولود اليوم بانتظار مولود اليوم اهتمامات وملفات ومعاملات كتير كبيرة يعني هناك معاملات إدارية استشفائية مصرفية حلو تهتم فيها وتروح فيها للآخر حاول انه ما تهملة قاب أغسطس كانون الأول ديسمبر نيسان أبريل هنه أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديد باي باي فإذن شكرا لقالك كارمن مع أنه زعلني منك أنه اليوم برجة مش كتير ولا بود مسؤوليات 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 بكي يعني على الصبح صلت سامعة مليون ألف مسؤولية بكير شوي نو ويكيند توقفوا أفصل إعلاني بعدها منكفي عالم الصباح وبنضم لأنا أكيد جون بي على يوتيوب اشتركوا في القناة